موسيقى هذه نشرة اخبارية مفصلة من الميادين حياكم الله وإلى العنوين موسيقى خلال لقائه القادة الأفارق بوتن يكشف عدم التزام كيف باتفاقية سلامن جرى التوصل إليها في تركيا العام الماضي ويلمح إلى دور لبورت جونسون في تخريبها موسيقى بإمكان يصل بكين في زيارة هي الأرفع لديبلوماسي أمريكي منذ خمس سنوات موسيقى الرئيس الإيراني يؤكد لوزير الخارجية السعودية أن إسرائيل تعارض تطوير التعاون بين البلدين وبين فرحان يعتبر أن العلاقة بين طهران والرياض في مرحلتها الذهبية موسيقى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة برعاية أمريكية سعودية موسيقى كشف رئيس الروسي فلاديمير بوتن خلال لقائه القادة الأفارق أن القوات الروسية انسحبت من كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا العام الماضي على أساس اتفاق سلام تم التوصل إليه في تركيا بوتن عرض أمام القادة الأفارق وثيقة الاتفاق التي تنص على أن المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا ستعمل كجهات ضامنة وشارا إلى أن عدم التزام كييف بالجزء المتعلق بها من الصفقة يرجح أن يكون نتيجة جهود غربية إذ تزامن ذلك مع زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني حينها بوريس جونسون لكييف نحيي النهج المتوازن لأصدقائنا الأفارقة تجاه الأزمة الأوكرانية أصدقاء العزاء نقدر اهتمامكم بالبحث عن طرق لحل النزاع أريد أن أؤكد مرة أخرى استعدادنا للحوار البناء مع كل من يريد السلام على أساس العدالة والمصالح المشروعة لجميع الأطراف كما أؤكد احترام روسيا بشدة لموقف الدول الأفريقية القائمة على دعم الاستقرار والأمن العالميين لإنشاء نموذج أكثر عدلا في العلاقات الدولية إلى ذلك دعا وفد الوساطة الإفريقية خلال الشماع معبوط في سان بوتروسبورغ إلى أنهاء الحرب في أوكرانيا وخلال الاشتماع كدرئيس جنوب إفريقيا الذي يترأس وفد الوسطاء أن للحرب تأثيرا سلبيا على القارة الإفريقية نعتقد اعتقادا راسخا أن هذه الحرب يجب تسويتها ويجب تسويتها من خلال المفاوضات والطرق الدبلوماسية نقول ذلك لأن هذه الحرب لها تأثير سلبي على القارة الأفريقية وفي الواقع على العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن الخطط الأفريقية للسلام في أوكرانيا تضم عشرة بنود رئيسية أبرزها تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية في أسرع وقت ممكن كما تتضمن الخطة الأفريقية توفير ضمنات أمنية لجميع البلدان وضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين إضافة إلى تسوية موضوع تبادل الأسرة وإعادة الإعمار ومساعدة ضحايا الحرب المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أكد أن المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ لكنه أشار إلى اهتمام الرئيس فلاديمير بوتين بها بيسكوف وفي تصريح صحفي قال أنه لا تتوافر أي أرضية للحوار بين روسيا وأوكرانيا لأن نظام زيلنسكي يرفض الحوار وعلى الرغم من ذلك فأن موسكو مستعدة لذلك بيسكوف أكد أن موقف روسيا تجاه مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية يتماشى مع القانون الدولي نافيا أن يكون الوفد الأفريقي قد نقل رسالة من زيلنسكي إلى بوتين وصل وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين إلى بكين في زيارة تسمر يومين هي الأرفع لدبلوماسي أمريكي منذ عام 2018 وقبيل وصوله إلى العاصمة الصينية أشار بلينكين إلى أن زيارة يجب أن تفتح خطوط اتصال مباشرة حتى يتمكن البلدان من إدارة العلاقات بمسؤولية وتجنب الحسابات الخاطئة وأضاف أن المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستمرة لضمان عدم تحولها إلى مواجهة أو نزاع لأن العالم يتوقع تعاون الولايات المتحدة والصين وفي بنسلفينيا الأمريكية دعا الرئيس جو بايدن إلى فرض المزيد من الضرائب على الشركات الكبرى وأصحاب المليارات وحذر أنصاره خلال تجمع انتخابيا من مخاطر وجوء وصول الجمهوريين إلى السلطة هناك الكثير من السياسيين في هذا البلد لا يستطيعون قول كلمة موحدة أنا فخور بكون الرئيس الأكثر تأييدا للاتحاد في التاريخ الأمريكي لقد أوجدنا 13 مليون وظيفة جديدة منذ أن أصبحت رئيسا هذا هو عدد الوظائف فيما يزيد قليلا عن عامين لقد تمكنت من خفض العجز مع حماية جميع الاستثمارات المهمة التي تحدثت عنها وكذلك حماية الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية من الانقطاع لقد حان الوقت لكي يبدأ فحشو الثراء بدفع مستحقاتهم العادلة الاستثمارات التي قمنا بها خلال السنوات الثلاث الماضية لديها القدرة على تغيير هذا البلد في العقود الخمسة المقبلة أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن أعداء المسلمين ولا سيما الاحتلال الإسرائيلي هم الوحيدون الذين يعارضون تطوير التعاون بين البلدين واعتبر الرئيس الإيراني أنه بالحوار والتعاون يمكن التغلب على المشاكل التي تعاني منها الأمة الإسلامية في المقابل أكد بن فرحان أن العلاقة بين طهران والرياض اليوم هي في مرحلتها الذهبية وأشار إلى أن ولي العهد السعودي أمر بتشكيل مجموعات عمل مختلفة لتطوير العلاقات مع إيران بخطة متسارعة يواصل الإيرانيون والسعوديون السير نحو تطبيع العلاقات فيصل بن فرحان على السجاد الإيراني الأحمر في طهران في أول زيارة في نوعها لوزير خارجية سعودية منذ 17 آم حدث تاريخي من أجل دول المنطقة وأمنها كما عبر أمير عبداللهيان الأمن الأقليمي وأمن كل دول المنطقة هما قضية أساسية ومصرية للجميع وضرورة لرسم مستقل أكثر أمنا وازدهارا توفير الأمن لا يكون من خلال العسكر وفق رؤية الجمهورية الإسلامية بل من خلال العمل المشترك على الصعود السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية كافة رؤية لم يبتعد عنها الطيف السعوديك العلاقات الطبيعية بين البلدين هي الأصل وهم بلدان مهمان في المنطقة تجمع ما واصل الأخوة الإسلامية وحسن الجوار وكلنا أمل أن ينعكس ذلك إيجابيا على البلدين ويفتح أفاق التعاون في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة دعوات وأمال تأتي في إطار قرار استراتيجي اتخذته القيادة السعودية يقول مراقب لا شك في أن هناك قلقا أمريكيا إسرائيليا من تطبيع العلاقات بين تهران والرياض لكن كل القرائن تشير إلى أن الجانب السعودي اتخذ قراره هذه المرة ويبدو أنه قرار استراتيجي العلاقة الإيرانية السعودية هي ائتلاف من أجل التنمية هكذا عبر السفير الإيراني الجديد لدى السعودية ائتلاف لبناء الثقة من جديد وللانتقال نحو مزيد من الانفراجات العملية على الأرض وفي ساحات التنافس التقليدية بحسب التصريحات والموقف لا يبحث الجانبان الإيراني والسعودي عن تهديئة مؤقتة فحسب بل عن سلام دائم هي صفحة جديدة من علاقة استثنائية لا قد ترحيبا دوليا لافتا وامتعاضا إسرائيليا متوقعا أحمد البحراني طهران الميادين نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإشاعات بشأن أسباب تغيير مكان المؤتمر الصحفي بين الوزيرين الإيراني والسعودي كنعاني أوضح أن سبب التغيير يعود إلى مشكلة فنية في المكان المحدد سابقا وفي السياق أكد المتحدث أن المباحثات بين الوزيرين جرت في أجواء جيدة جدا وإيجابية وبناء وأشار إلى أنه جرى بحث مختلف القضايا التي تهم البلدين وزير الخارجية السعودية في طهران استكمالا للطلاق السعودي الإيراني الذي ولد بوساطة صينية فما هي الرسائل وهل من متضررين إغراسيا بيطار سقط رهان البعض على العرقلة وهو وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل إلى طهران المشاهد لا تبعث على السرور في قلوب البعض لكنها ومن دون شك أطفت وتطفي بعض ارتياح على مجمل الملفات الشائكة في المنطقة من اليمن إلى سوريا فلبنان في الأساس وتحديدا خلال لقاء المصافحة في الصين والاتفاق على إنهاء الخلاف الديبلوماسي وإعادة العلاقات الطبيعية لم يكن الهدف صنع المعجزات ولكن على الأقل تهدئة الجبهات خدمة للاستقرار في المنطقة وبناء عليه عادت دم يسري في شريان العلاقات السعودية السورية وكثفت المملكة مساعيها للسلام في اليمن وجددت التوضيح للبنانيين بأنها تدعم أي خيار يتفقون عليها وهذا ما جرى تداوله في الإليزي على ما رشح عن اللقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي وعلى خط موازن ها هو الحديث يتزايد عن اتفاق وشيك قيد الإنجاز بين إيران والولايات المتحدة فإضافة إلى مشهدية طهران التي تزعج تل أبيب ها هي المعلومات تفيض بمادة تقول بتفاهم غير مكتوب بين واشنطن وطهران وإقرار الإسرائيليين بعجزهم عن إفشال الميني اتفاق وبحسب موقع المونيتر فإن حكومة الاحتلال قبلت على ما يبدو بالصفقة الناشئة بين الولايات المتحدة وإيران التي يجري التوصل إليها في مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمان وفي السياق يأتي إعلان مجلس التعاون الخليجي استعداده للتعاون الفعال في الملف النووي في ختام دورته الأخيرة كل ما سلف يتسبب في هستيريا لإسرائيل وفق تعبير إعلامها فكيف سيكون الوضع عندما يلبي الرئيس الإيراني دعوة المملكة لزيارة الرياض وترد الرياض الزيارة؟ فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد في السودان يسود الهدوء الحذر في أعقاب بدء سريان الهدنة الجديدة لمدة 72 ساعة اعتبارا من صباح اليوم برعاية أمريكية سعودية السعودية والولايات المتحدة أعلنت في بيان مشترك أن الجيشة وقوات الدعم السريع اتفقا على الامتناع عن القيام بهجمات أو تحركات عسكرية وأنهما سيسمحان بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان الجيش السوداني أعلن التزامه بالهدنة الجديدة لأنه هدد بالرد بحسم على أي خروقات من جانب قوات الدعم السريع من جهتها رحبت قوات الدعم السريع بإعلان وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية مؤكدة انتزامها التام خلال هذه الفترة بالوقف الكامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية إلى ذلك أكد نائب القائد العام للجيش السوداني ياسر العطى أن الجيش يتقدم بثبات نحو أهدافه المخطط لها المعركة يا أخوانا سعد تكون محدودة حق الجيش الجيش المشتغلة والأمة خلفه لكن المعركة سعد تكون معركة أمة معركة الشعب كل الأمة السودانية بغواها الأسكرية والأممية بغواها السياسية رغما عن أنه فيها التعفن وفيها وصخ جواها لكن في الشرفاء فيهم أبعدوا من الجدار حق البيت لأنهم قاعدين فيه أمشوا ببيت بيتين أمشوا أبعد شوية لأنهم قاعدين أخوانا وأن تجيبوا بأي وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت الجيش بقصف المناطق المدنية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات وأضافت أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش وصفت نيبة رئيسي برامج أو برامج الطوارئ في منظمة طباء بلا حدود كيلر نيكولات الوضع الإنساني في دارفور بالكارثي وفي مقابلة مع الميادين أشارت إلى أن أعداد الجرحة هائلة وهو ما يهدده بارتفاع حصيلة الضحايا في السودان الوضع كارثي في ولاية دارفور السودانية المواطنون غير قادرين على الوصول إلى الإمدادات ومعظم المستشفيات أغلق الأبواب باستثناء مستشفى واحد شمال دارفور المواطنون ينتظرون أي فرصة لإخراج الجرحة من السودان باتجاه تشاد لأن الطرق غير آمنة حتى اليوم استقبلنا في تشاد أكثر من ستمائة جريح رحلات جوية لنقل الحجاج اليمنيين عبر مطار سنعاء الدولي إلى مطار جدة والمدينة المنورة وللمرة الأولى منذ بداية الحرب حكومة صنعاء قالت أن الرحلات ستنقل عددا من الحجاج الذين أغلق أمامهم باب الحج عبر مطار عدن في خطوة للتخفيف من معاناتهم أحمد زبيبة أول رحلة لنقل الحجاج اليمنيين منذ بداية الحرب تجري عبر مطار سنعاء الدولي إلى مطار جدة والمدينة المنورة فرحة تعم المسافرين إلى الحج ولأول مرة من المطار في ثلاث رحلات تستمر ثلاثة أيام لنقل أكثر من ستمائة حاج يمني الحجاج الذين كانوا لم يستطعوا الوصول إلى الحج تسهلت الأمور بفتح مطار سنعاء وهذا موقف إيجابي جدا لهذا الفتح مطار سنعاء للحجاج وكمان نثمن أن تفتح لغير الحجاج جاءنا الخبر نقر تم حصلكم على التذاكر من مطار سنعاء والحمد لله فرحنا فرح يعني ما كنا متوقعين هذا الحدث ولا كنا حاسبين لا بالحسبان نشكر كل من عمل على هذا على فتح المطارات والموانئ وكل المنافذ البرية والبحرية والكل صنعاء قالت إن هناك 24 ألف يمني سيشاركون هذا العام مع حجاج بيت الله الحرام خطوة الجسر الجوي عبر مطار صنعاء وإن أتت بعد سنوات من التعسر إلا أنها تشكل نقلة إيجابية في مسار توسيع وجهات السفارة وفي الأيام المقبلة ستكون باتجاه الهند ومصر نعمل أن هذه بادرة خير على أساس بأنه تفتح المطارات وبدأت مطار صنعاء أمام المسافرين اليمنين سواء الحجاج أو المرضى أو الطلاب أو المسافرين وهذه جانب إنسانية يجب أن لا تربط بأمور سياسية ووفق التفاهمات الأخيرة فقد ارتفع عدد الرحلات من مطار صنعاء الدولي لليمنيين إلى ست رحلات أسبوعيا إلى الأردن في حين تسعى صنعاء إلى فتح وجهات سفر أخرى خلال الفترة المقبلة بعد انقطاع استمر ثماني سنوات جسر جوي بين صنعاء والرياض لنقل الحجاج اليمنيين خطوة تراها صنعاء إيجابية وقفزة إلى الأمام عساها تنعكس على ملفات عالقة أخرى لحل الأزمة اليمنية أحمد محمد زبيبة من مطار صنعاء الدولي الميادين أفادت مصادر الميادين بتوقف الاشتباكات المسلحة المحدودة التي نشبت بين مقاتلين قبليين من الصبيحة وآخرين تابعين للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا غربيا محافظة عدن في اليمن وكانت قبائل الصبيحة قد دفعت بتعزيزات كبيرة نحو مدينة عدن تحسبا لأي شباكات متجددة بعدما شهدت المدينة في الأيام السابقة الشباكات مماثلة بين المقاتلين القبليين والقوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على خلفية بسط مسلحي المجلس سيطرتهم على أراضي تابعة لأبناء الصبيحة تصدر المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيمة نور شمس في طول كرم أطلاق النار استهدف قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة شمال شرق جنين واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتة جنوب نابلوس للأسبوع الرابع والعشرين واصل الإسرائيليون تنظيمة تظاهرات الحاشدة ضد التعديلات القضائية وحكومة بن يمين نتنياهو وتظاهر الألاف في تل أبيب حاملين لافتات ضد الحكومة كما شهدات القدس وحيفا وبئر السبع وعدد من النقاط الأخرى مسيرات حاشدة وتأتي التظاهرات بعد تجميد المعارضة برئاسة إيرلابيد وبني جانس الأربعاء الماضي المحادثات بشأن التعديلات القضائية اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن الاتحاد الأوروبي اختار تحييد سوريا عن المؤتمر الذي عقده في بروكسيل وتم تخصيصه بشكل أساسي حول سوريا كي لا تنكشف حقيقة أهدافه وسياساته المفلسة وبحسب مصدر في وزارة الخارجية السورية فإن منظمي الاجتماع اكتفوا بمشاركة أدواتهم المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية التي تآمرت على سوريا من خلال مطالبتها بعدم السماح بعودة اللاجئين إلى وطنهم المصدر قال أن سوريا التي أفشلت أهداف الحرب الإرهابية عليها تؤكد أن محاولات النيل من مواقفها التي فشلت في ساحة المنازلة لن تنجح سياسيا أعلنت مصادر للميادين عن فرار خمسة وعشرين من معتقلي داعش من سجن الشرطة العسكرية التابعة للفصائل المسلحة في مدينة رأس العين شمال الحسكة وقالت مصادر الميادين أن السجناء الفارين ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة وستطوقعات بنجاحهم في الوصول إلى مدينة جيلان بنار التركية الملاصقة لمدينة رأس العين هذا وأشارت مصادر الميادين إلى أنه لم يلحظ أي سنفار أو تحركات غير اعتيادية للفصائل المسلحة والجيش التركي بعد حصول الفرار وفي الختام هذا تذكير بالعنوين خلال لقائه القادة الأفارقة بوتن يكشف عدم التزام كيهن باتفاقية سلام جرى التوصل إليها في تركيا العام الماضي ويلمح لا دور لبورت جونسون في تخريبها بلينكين يصل بكين في زيارة هي الأرفع لديبلوماسي أمريكي منذ خمس سنوات الرئيس الإيراني يؤكد لوزير الخارجي السعودي أن إسرائيل تعارض تطوير التعاون بين البلدين ومن فرحان يعتبر أن العلاقة بين طهران والرياض في مرحلتها الذهبية هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة برعاية أمريكية سعودية لمزيد من الأخبار والتقارير داما نزور صفحات الميادين على الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية في أمان الله